تحية محبي لكل الأصدقاء يلي عم يتابعوني اليوم قبل ما أبدأ بموضوعي حابي شارك معكم لحظة خاصة الأسبوع الماضي كنت عم حط شجرة عيد الميلاد ببيتي وكان زوجي عم يساعدني خدنا حوالي خمس ساعات بتزين الشجرة لحد ما زوجي تعب طبعاً مثل كل رجال بيحبوا البيوت حلوة ومزينة ومرتبة طالما هني مش عم يعملوا الشغل بالآخر صار يقول لي خلص الشجرة ما عادت تتحمل صارت ملياني وأنا عم قل له بليز تأكد أنه كل السنديق فاضية ما نسينا ولا قطعة وفجأة صار زوجي إلملم هسنديق ويقول لي خلص ما بقى في زيني علقتي كل شي لما خلصت الشجرة أنا اطلعت قلت له بعد في قطعة ناقصة أهم قطعة زيني مش موجودة على الشجرة بهذه اللحظة حسيت أنه أنا صرت عم بحكي وحدة طلعت زوجي مش موجود طبعاً هو صار على التضخيتي أو ما بعرف شو بتسموها أنتو عليس ايفي اريك صار فوق ورجع كل العلاب الفاضية فاضية بنتي صغيري لما كانت بصف الثالث ابتدائي عملتلي قطعة زيني لشجرة كانت بالنسبة لقلي أهم شي بينحط على شجرة وكانت آخر شي بعلقه على الشجرة حتى أقدر دايماً شوفها كل الوقت بحطها بنص الشجرة حتى دايماً أقدر شوفها من دون هايدي القطعة الصغيرة حسيت أنا أنه الشجرة كلها وكأنه ما قلقيني فاضية ناقصة تاني يوم أول موعيتي طلعت على تضخيتي فتش بالعلب الفاضي كان عندي سنديق كتير وكلها مليانة علب صرت فتح العلب كل صندوق كل علبة وفتش بين الورق وكنت واقفي بمساحة خليني أقول كتير صغيرة وما في رفع ظهري يعني التضخيتي كتير سقفة واضية فتحت تقريباً كل السنة دي كل العلب ما خليت زاوية ما خليت ورقة ما فتشت فيها قضيت حوالي أربعين دقيقة وأنا عم فتش ولما صرت بآخر الصندوق وبعدني ما لقيت شي صار عندي شعور بالحزن والقلق وين راحت كيف ضاعت لا يمكن أنه تضيع مني لازم لقيها لو شو ما صار وأنا عارفة أنه أنا يعني بخبيها بعنايي بعلبي خاصة يعني بحطها بعلبي جواب تعلبي لأنه كتير عزيزي وغالي على قلبي لا يمكن أنه تضيع فجأة هيد الحالة العاطفية التوتر يا لجواتي خليني يفكر إذا مجرد قطعت زينة صغيرة لأنه بنتي عطتني إياها لأنه بنتي عملتها خلتني أقلب الدنيا أخذ كل الوقت اتحمل الطعب فتش بالمحل نفسه مرة واثنين واثلاثة وما عندي استعداد أنه استسلم لأنه لا يمكن اسمح لهذه القطعة أنه تضيع رح دل فتش حتى لقيها كم بالأحرى الله كم بالأحرى الله فتش عننا عم بيفتش عننا ومستعد أنه يفتش عننا حتى يلاقينا أداء الله بيقلب ظروف بحياتنا أو بيرتب ظروف بحياتنا حتى يلاقينا مرات حياتنا كلها بتنقلب رأسة على عقب لأنه مخبيين بشي مطرحة بشي علبة مسكرة والله بدو إيانا نطلع على النور بدو إيانا بالمطرح المناسب بالمطرح يلي بيليء فينا الله مستعد يفتش عننا لآخر لحظة من حياتنا بالمحل نفسه مطرح ما منضيع وبيرجع بيليقينا وبيرجع منضيع وبيرجع يليقينا مستعد يرجع يطلعنا من المحل نفسه مرة واثنين وثلاثة وكل مرة لحد ما نصير بالمطرح المناسب بالمطرح يلي بيليء فينا فكرت أنا حتى بنفسي كم مرة الرب رجع مرة واثنين وثلاثة للمحل نفسه يلي كنت أرجع له بسبب الخوف بسبب الشعور أنه ما عندي كفاءة أنا كون بأي مطرح حدا يشوفني بسبب الشعور مين أنا مين أنا لا أكون بهيدا المحل لكن إيد الرب لا يمكن تتركنا منسيين لا بيعلبي لا تحت ورقة لا بيصندوق مسكر لا بيعلية قد ما طلعنا إيد الرب مش رح تنسينا لا بي بيسمانت قد ما نزلنا إيد الرب مش رح تتركنا المطارح يلي بنتخبى فيها المشاعر يلي بنتخبى وراها الخيبات يلي بتصير حيطان وعلب بيننا وبين الناس أو حتى النجاحات يلي منحققها بس حتى نكسب احترام الناس من المطرح يلي لازم نكون فيه داود بيقول له للرب بالمزمور 139 أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك وإن فرشت في الهاوية فها أنت إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاص البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك بكل الأوقات بأعلى سما ممكن نصلى سماوات الفرح الكبير أفاق النجاح مرتفعات الانتصار والربح إذا الله مش موجود الإشياء ماء الهائمي والله نطرنا هناك الإشياء ماء الهائمي لأن وقتي وما فيها أمان ثابت إن فرشت الهاوية لما بحس أنه أنا وحيد حياتي وصلت لطريق المسدود للمنحدر يلي مش ممكن تنحدر أكتر من هيك أنت اليوم بالمحل يلي حاسس أنه مش ممكن حياتك تنحدر نفسك تنحدر أكتر من هيك ظروفك تنزل أكتر من هيك ما عندك رجاء كل شيء أسود لكن يا رب أنت معي في الهاوية الله عم يفتش عليك هوني بتعزيني يا رب بتقويني بتغيرني الله عم يفتش عليك هونيك بالهاوية حتى يغيرك وبترفعني إنسا كانت في إقاصي البحر مطرح ما الماء بتحوطنا مطرح ما حاسس أنه حياتك غرآني توفان فيه خوف فيه ألأ فيه ألم عم يجرفك هونيك إيد الرب بتهديك يمين الرب تمسك فيك مش بس إيد الرب لكن يمينه مصدر القوة الأبضة المحكمية اللي مش ممكن تقدر تهرب منها أو تطلع منها لأوين بدك تهرب لأوين بدنا نهرب من محبة الله ومن عظمة حضوره ما فينا نتخبى من وجه الرب وما في محل الله ما عم بيفتش علينا حتى يلاقينا شجرتي كانت مليانة قطع زيني كلها ربما أجمل وأغلى من أي قطعة زيني تاني أجمل وأغلى من قطعة الزيني يلي عملتها بنتي كتير عندي إشياء أغلى وأجمل ربما من هايدي القطعات لكن هايدي القطع الوحيدة يلي كان الهائيمة معنوية وعاطفية وما بتتعوض لأنها شغل بنتي نحنا عمل الله نحنا شغل الله أنت عمل الله كل شي تاني بالوجود مادي بيتكرر بيتعوض في شي بحل محله لكن أنت لا ما بتتكرر ما بتتعوض ما في شي بحل محلك والله بده إياك بالتحديد نحنا عمل الله وصورة الله الله رح يرجع مرة واثنين وثلاثة للمحل يلي أنت مخبى فيه وياخدك بإيدك مش بس ياخدك بإيدك ويهديك بطريق الحياة الله بده يطلعنا من الموت للحياة لأنه نحنا عمل الله ولازم تسمح اليوم لالله أنه يشوفك بالمطرح يلي أنت فيه يمكن تفكر بهذه اللحظة أنك مش محتاج للرب عندك كل شي والعالم بيقدر يعطيك كل يلي بدك يلي العالم ممكن يعطينا كل شي بالوقت يلي نحنا اليوم وصلنا لأماكن لإشياء لاختراعات لاختراعات لإكتشافات لتقدم ما كنا منحلم فيهن وصلنا لإشياء ما كنا منحلم فيهن لكن قصة الإنسان الحقيقي قصتنا الواقعية حكاية كل واحد منا حكاية الوجع قصة الألم يلي اليوم ببيتك بعائلتك بنفسك بمشاعرك بماضيك المكسر بمستقبلك اللي أنت مش عارف وقصة الوجع جوات قلوبنا لما بتتكسر هايدي هي القصة الواقعية العالم بيقدر يعطينا إشياء كتير أكبر رجاء بيقدر يعطينا يا العالم هو حبة مهدئ لما هايدي الإشياء بتتكسر وبتتحرك جواتنا العالم بيصلح الإشياء المكسورة وبيستبدلها لكن القلب المكسور ما حدا بيقدر يصلحه القلب الحجر ما حدا بيقدر يرجعه قلب من لحم قلب حي إلا إله الحياة مصدر الحياة الإله الحي وحده الله شايفك اليوم وبيقدر يعطيك رجاء وبيقدر يعطيك رجاء الحياة بالمحل يلي فيه موت المسيح هو رجاء الحياة فينا العالم بيعطينا لحظات قوة أو سنين فيها قوة لكن خليني قول أنه لحظة القوة لحظة النجاح شو ما كانت مش دايما واقعية ومش دايما بتجمع كل قصتنا كل إشياء حياتنا لكن لحظة الضعف وأوقات الفشل وأوقات الألم هني يلي بفرجونا حقيقتنا واقعنا لهش إذا أنت مشوش اليوم أو حتى إذا أنت مشوشي مش عارف لي لازم تأمن بوجود الله أو كيف فيك تصدق أنه الله حي وأنه الله بيحبك والله عم بيفتش فعلا عنك قل له يا رب علمني ما تخاف قل له يا رب علمني علمني أقدر شوف حقيقتك بغض النظر عن مشاعري وأفكاري خاصة يا رب بالأوقات يلي أنا فيها منهار ساعدني حتى أقبل أنه إلك سيادة على الكون وعلى حياتي ثبت حياتي يا رب بمحبتك لأن لما تشعر لما تشعر بصدق أنه الله بيحبك الله بيعرفك وبيحبك فيك تقدر تبدأ تحس بحقيقة وجود الله بحياتك ناس بيحبونا ممكن لقي ناس كتير حولينا بيحبونا لكن أكتر الأوقات الناس لما بيعرفوا حقيقتنا مش بس بيتخلوا عننا لكن ممكن يكرهونا لكن الله شايفنا الله شايفك وبيحبك عارف كل شي جوتك وكل تفاصيل حياتك وبيحبك لما بتشعر بهذه النعمة بهذه العطية يلي ما إلك أنت أي دخل فيها هذه نعمة وعطية من عند الله لما بتقدر تشعر بهذه النعمة العظيمة قدي أنت محبوب بغض النظر عن طفولتك عن ماضيك عن أبشع الأشياء اللي عملتها بغض النظر إذا أنت قادر تحب من قلبك أو إذا أنت قادر تحقق الأشياء العظيمة أو مش قادر أو عندك حتى بغض النظر إذا عندك حقد على الحياة اليوم وعلى الناس لأنه كل شي خزلك لما بتسمح لهذه النعمة العظيمة والبسيطة محبة الله نعمة عظيمة وبسيطة لما بتسمح لهذه النعمة أنه تدخل على أفكارك على كل زوايا قلبك هذه المحبة لها عمل مثل ما الشمس بتشرق وبتدوي بالتلج من دون ما نحن نعمل أي شي نحن ما منساعد الشمس حتى تدوي بالتلج محبة الله لما منسمح لها تختري قلوبنا تدخل على قلوبنا بتدوي بالتحجر يلي جواتنا ومنصير نرجع نقدر نحب لما القلب بيفيد بهذا الحب من دون ما نسمح للشك أنه يشوه ويلوث الحب ويعطي العمل الشك بيعطي العمل المحبي بيرجع لنا الأمل أنه تتصلح كل أمور حياتنا بيرجع لك الأمل أنه تصلح بيتك المكسر عائلتك المفككة الحب بيعطينا هذه القوة قوة أنه ما نتراجع لو شو مكان ما نتراجع الله بكل لحظة عم يفتش عنك وعنك من دون تعب أنت بعدك بالمحل يلي أنت فيه مطرح ما أنت ما عندك اكتفاء ما عندك فرح ما عندك شي حقيقي على آتك أوهام ساعاتك مسروقة عندك خوف أنه حقيقتك فجأة الكل يعرفوها لأنك ما سمحت للرب بعد أنه يلاقيك بالمطرح يلي أنت فيه المسيح قال أنا أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل بإنجيل يحنى رب يسوع قال أنا هو خبز الحياة أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم أي شي عم تغزي حياتك منه بدون المسيح رح يوصلك للجفاف للفراغ للا معنى للمطرح يلي ما في رجاء لقلبي يلي أنت حابس نفسك فيها اليوم هو اليوم اليوم هو الوقت أنه تطلع منها الفيلسوف الدنماركي الكبير سورين كيرغارد قال هل في شي بالحياة هل في شي بالحياة عنده سلطان عليك لدرجة أنه عم يخليك شوي شوي تنسى الخير هل في شي بالحياة قاله سلطان عليك لدرجة أنه يخليك شوي شوي تنسى الخير إذا هيدا الشي صار معك لازم تفتش عن علاج وهيدا العلاج موجود العلاج أنك بهدوء تاخد قرار العلاج أنه بهدوء تاخد قرار في سلطان في قوة بالقرار بتفوق أي قوة تتحكم فينا وبحياتنا باللحظة يلي مناخد فيها قرار مثلا تاخد قرار أنك تقطع علاقة أنت عارف أنه بتحطك بعداوي مع الله وبتأذي الأشخاص بحياتك وما رح توصلك لأي مكان في سلام أو فرح لما بتاخد قرار أنه تقطع هذه العلاقة في مشاعر كتير رح تتشكل جواتك أو جواتك مشاعر أكبر منك خوف ألأ شعور بالخيبة شعور بالعار شعور كيف ممكن إرجع رتب هذه الحياة يلي كله صارت فوضى لكن فيه شعور أقوى من هذه المشاعر كله وهو أنك عم تعمل الشيء صحيح بهيدا القرار أنت عم تختار الشيء الصحيح ما فيه شيء بيعطينا قوي مثل معرفتنا وشعورنا أنه نحن عم نختار أنه نعمل الحق نعمل الشيء اللازم نعمله عم نعمل المطلوب عم نعمل يلي رح يوصلنا للخير الأرار شو يعمل فينا الأرار الأرار بيهزنا بلحظة الأرار فيه شيء بيهزنا بيوعينا بيوعينا من هذه الرتابة اللي نحن عايشين فيها يوم ورا يوم لحظة ولا لحظة إحساس ورا إحساس الأرار عنده القوة أنه يكسر قوة العادي مهما تكون العادي كبيرة الأرار عنده قوة أنه يكسر هذه العادي عنده قدرة أنه يحطم الأفكار التعباني الأفكار المرهقة يرجع يوعيها أفكار قوية أفكار عندها شجاعة أفكار مستنيرة أفكار ملتهبة لكن أهم شيء الأرار بيعملوا أنه بيبارك حتى أصغر البدايات مهما تكون البداية الصغيرة الأرار هو يبركي لهذه البداية لسيما لما بتكون بداية حقيقة أنا بوافقكم على التفكير أنه الأرار خطير مرحلة الأرار خطيرة ومرات الأراري اللي بناخده مرعب مرعب لسيما لإلنا لأنه بنعرف شو بيترتب عليه أنه نتخلى عن إشياء كنا نفكرين أنه ما كسب لإلنا أو كنا نفكرين أنه ما فينا نعيش بلايها لكن ما في شيء بيأزينا أكتر من الجمود والتراجع وعدم الحركة باتجاه الأشياء الصحيحة باتجاه الحق باللحظة يلي بناخد أرار شو بيصير؟ بيبلش تواصلنا الحقيقي مع نفسنا تفاعلنا الحقيقي مع نفسنا بيبلش باللحظة يلي بناخد فيها أرار شو هو القرار يلي لازم تاخده اليوم؟ مصالحة مع الله؟ صدق مع عائلتك؟ أنك تكاشف نفسك؟ مصالحة مع أحلامك؟ أنك تتطلع على النور؟ أنه تترك المكسب يلي أنت عارف أنه ما بيحقلك فيه ما أنه شرعي؟ أنه تغفر لشخص؟ شو القرار يلي لازم تاخده اليوم؟ أنه تغفر لخي، لأم، لأب، لأصدقاء، لزوجتك، لزوجك، لأشخاص كل العمر ما قدرت تغفر لهم؟ شو هو القرار اليوم؟ تتعلم توسق بالمحبة؟ هيدا أصعب قرار فينا ناخده أنه نتعلم نوسق بالمحبة أو ربما تاخد قرار اليوم أنه الله موجود بكل بساطة الله هو الخالق وما فيك تختبر حقيقة وجوده وصلاحه ومحبته إلا لما تعيش بحسب الوصي ما حدا فيه يقول أنا بعرف الله أو أنا اختبرت الله إذا ما جربنا نعيش بحسب الوصي بحسب الكلمة ما حدا بيحقله يقول أنا بعرف الله إذا ما كنا عشنا بحسب الوصي الرسول بولوس قال فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح ما فيك تحكم على المسيح إذا ما طبقت تعاليم المسيح وما فيك تقول تعرف الله إذا ما عشت بنور الكلمة مش بس من ناحية وحدي من حياتك لكن بكل نواحي حياتنا شو هو أهم قرار إذا بدنا تغيير جذري برؤيتنا للحياة بإيماننا بأناعاتنا بمستقبلنا تغيير جذري لمستقبلنا لما بدنا خير جديد يدخل على حياتنا لما بدنا نطلع من ماضي ما عطانا أي ثمر لمستقبل في حياة أهم قرار هو توبي وحده القلب التايب بيقدر يعرف قيمة المحبة ولسيما محبة الله يعني منها بيبتدي كل رجاء حياتنا القلب يلي بيعرف خطيطه القلب يلي بيعرف فضاعة الأعمال الأفكار النواية المخباية جواته بيقدر يشوف عظمة المحبة لعما منقدر نشوف قدي فضيع خطيانة نقدر نقدر قدي عظيمة محبة الله يلي بتقبلنا متل ما نحن معنى التوبي بالعهد الجديد بحسب اللغة اليونانية حرفيا هو تغيير الرأي أو بمعنى أصح خليني أقول تغيير توجه أو تغيير نية إرادتنا مش بس تغيير رأينا هو أنه نغير اتجاه إرادتنا لما روح القدس بيحرك قلوبنا لما روح القدس بيحرك ضميرنا بيخلينا فجأة بمحضر الله وهون ما بتعود علاقتنا مع الناس أو أفكارنا عن الناس أو حتى أفكارنا عن نفسنا أو أفكار الناس عننا هذه الأشياء ما بتعود هي الأشياء المهمة الشيء المهم الوحيد يلي بيبقى هو علاقتنا مع الله وهون توبة واحدة بتخلينا نقول نحن أخطأنا نعرف أنه الله عم يشتغل بحياتنا لما منقول أنا أخطأت أنت بعرف أنه حقيقة الله عم يشتغل بحياتي أنت بعرف أنه روح القدس فعلاً عم بيحركني بإتجاه الخير بإتجاه الحياة لما بعترف أنه أنا أخطأت لما بشوف حالي بالمكان الوحيد الحقيقي أنه أنا عايش بالخطيئة لما منقول بأناعة لما منعني هذه الكلمة أنا خاطئة هذه التوبة منا مجرد حزن الحزن يلي بيخلق جواتنا لما منعمل شي غلط وهي دي التوبة منا نتيجة شعورنا بالإشمئزاز من نفسنا أو من أعمالنا البشعة نحن لما منعمل أعمال البشعة حتى يعني إلا الإنسان المتحجر المتحجر الإنسان يلي فعلاً في عنده شيء يعني بالفكر عنده خطأ كل إنسان مننا بوقت من الأوقات بيقدر يحس ببشعة أعماله وبيشمئز من نفسه بيصير في عندنا كره حتى لنفسنا بسبب الأعمال البشعة اللي منعملها لكن هيده مش التوبة هيده مش التوبة لما نحن منشعر أنه نحن منكره نفسنا التوبة هي نتيجة شعور عميء أنه نحن محتاجين لتطهير لتغيير لتقديس جسدنا ونفسنا وحياتنا وهيدا العمل الله وحده بيقدر يعمله وهيدا التوبة وحده بتأهلنا فعلاً أنه نرجع نعيش حياة نظيفة الإنسان لما بيتوب فعلاً بيرجع يحس حاله صفحة بيضة هيدا هو عمل التوبة الإنسان لما منتوب عن الخطايا يلي عرفنا فعلاً بشاعتها ورفضناها وتركناها نقدر نعيش بسهولة وبيفرح حياة الأداسة لأنه اختبرنا بشاعة الشر وتغيرنا يعني صرنا ماشيين بعكس الشر هيدا الشر يلي كنا عايشين نصر ماشيين بعكسه باتجاه الخير وعم نختبر نتائج الحياة يلي فيها أداسة يعني التساء بنعمة الله يلي بتعطينا بكل لحظة قوة أنه نقدر نكمل والتوبة بتبدأ بهيدا التجاوب البسيط مع الدعوي أو الاستدعاء في شي بيستدعينا والتوبة بتبدأ من هيدا الاستدعاء تابلم قدرس بيقلنا عن يوحنى المعمدان فأن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبوله مستقيمة خلينا نلاحظ هون الكلمتين المستخدم يعني يلي تم استخدامهم بالوحي الإلهي ومع بعضهم صوت صارخ في البرية صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب كل مرة في بحياتنا شر في انفصال عن الخير في سلوك نحو الدمار في خطيب تفصلنا عن الله نحن ببرية نحن بجفاف برغم كل شي عم نحققه ما في بركة حقيقية ما في سلام بحياتنا ما في فرح لأنه في اشي عم نعملها بالظلام في اشي عم نسرقها عم نفرج صورة من صورتنا الحقيقية عايشين حياتهم زيّفة في برية لكن في صوت جواتنا في صوت ربما جاي من حولنا ولكن في صوت في صوت الرب ما بيمنع هيدا الصوت عن أي واحد مننا في صوت عم يصرخ أعدوا طريق الرب قوموا سبل الرب فتح طريق للرب بحياتك ربما ببداية القرار ما نشعر بالسعادة ما في توبة بتبدأ بالسعادة وما منشعر أنه تصلحنا مع الله ما فينا بالحال نشعر أنه تصلحنا بالعكس نشعر أنه بلاحظة تقرار طوبي منشعر أنه المسافة بيننا وبين الله كتير كبيرة لا يمكن في أي جسر يوصلنا بالله لكن في شعور كبير وأكيد بيخلق جواتنا أنه الترقات يلي نحن ماشيين فيها هي ترقات غلط ترقات يلي نحن عليها ما رح توصلنا لأي مكان صحيح وفي أحساس حقيقي ببداية التوبة بيخلق جواتنا لازم نرجع لازم نتراجع ربما لازم ترجع للأمانة أنك تكون زوج أمين أنه يكون المخدع الزوجي الفراش الزوجي يكون مؤدس حتى من الأفكار والأحلام يلي مراتنا اعتبرها أنه منحقنا لكن أنت بتعرف أو أنت بتعرف أنه هاي دي بتفصلنا عن الحياة الحقيقية مع أزواجنا بتفصلنا عن التفاعل الصادق والمحبة مع أولادنا التوبة بتعلمنا أنه نختار بحسب مشيئة الله وبحسب وصية الله وبتعطينا تعطي نفسنا ومشاعرنا قوة أنه نرغب التغيير ونمشي بالتغيير الجسد دايما بيختار مشيئته لكن مشيئة الجسد تخلق عداوة بيننا وبين الله والكتاب لمؤدس بالرسالة لأهل رومي والإصلاحات ماني بيعلمنا أن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون ولكن الذين حسب الروح فبما للروح لأن اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله إذ ليس هو خاضعا لنموس الله لأنه أيضا لا يستطيع الجسد لا يستطيع ما بيقدر يقنعنا بالتوبة إذا متكل أن الجسد يقنعنا بالتوبة ما فينا لكن صوت الروح القدس الصارخ جوات ضميرنا عدم السلام يلي عم نعاني منه غياب الفرح بحياتنا هو الصوت الصارخ بالبرية اليوم يلي عم بيقلك ما تضيع مواسم حياتك ما تضيع عمرك بالوهم خوض القرار اليوم واعترف قدام الله ما تخبي شي ما توفر شي ما تعذر أي شي حط الكل قدام الله لأنه عنده قدرة التجديد ونعمة الخفاص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى